بسم الله أبو والإبن ورحمة قدس لله الواحد أمين نكمل مع بعض دراستنا في سفر يشوع نأخذ النهاردة الإصحاح السابع والثمان هم طوال شوية لكن إن شاء الله نخلصهم الحقيقة الإصحاحين دول من أهم الإصحاحات بالذات الإصحاح السابع من أهم الإصحاحات اللي في السفر كله لأنها في حدثة خطيرة وبتكشف إزاي ربنا يبقى معانا وإيه اللي يخلي ربنا يفرقنا وكانت يعني فيها سقطة وفيها توبة وتعلم الشعب منها قيمة كبيرة جدا هي أنه أي انتصار هم فيه مش حاجة كده فور جرانتد يعني واخدينها واخدينها ولكن دي نتيجة عمل ربنا إلا ما بيحصلش إلا في حالة التقديس في حالة التوبة من غير التوبة الإنسان ينهار ونعمة ربنا تفرق هنعرى مع بعض الإصحاح السابع الأول طبعا طبعا إحنا كنا وقفين أنه يشوع دخل أريحة وتهدد دمت الأسوار زي ما ربنا وصاهم قال لهم تدوروا حواليها كل يوم دورة وفي اليوم السابع تدوروا سبع مرات اليوم السابع ده إشارة للإنسان يدي كل قوة لربنا في اليوم السابع وكل يوم دورة إشارة أن الإنسان يعمل جهده كل يوم وبعدين وعية الأسوار وربنا كان يقول لهم ما تاخدوش منها أي حاجة كل حاجة تبقى لربنا كل حاجة موجودة يعني من المقتنيات تروح لربنا نشوف كده حصل وخان بنوا إسرائيل خيانة في الحرام فأخذ عخان بن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبت يهوذة من الحرام فحمي غضب الرب على بني إسرائيل دول دي أول آية وده دي المشكلة المشكلة هنا أنه بيقول لك خان شعب إسرائيل بني إسرائيل خيانة في الحرام يعني إيه خيانة في الحرام كسر الوصية هو خيان كسر الوصية هو خيان عدم الطاعة لصوت ربنا هو خيان والحرام يعني حاجة المفروض محرمة الواحد ما يعملهاش عملها فحاجة محرمة لي أن أنا أخذها خدتها حاجة محرمة لي أن أنا أعملها عملتها هذا كده يبقى دخلت في الحرام فخان بن إسرائيل خيانة في الحرام واحد اسمه عارثان أخذ من المقتنيات التي كانت موجودة في أريح مين خد باله؟ تقريبا محدش يمكن هو وأسرته بس اللي عارفين القصة دي طيب يعني تفرق إيه؟ تفرق إيه على مسيرة الكنيسة؟ تعالوا نشوف وأرسى يشوع رجالا من أريحة إلى عاي عايدي كانت غرب أريحة التي عند بيت أون شرقي ببيت إيل وكلمهم قائلين إصعدوا تجسسوا الأرض القواعد اللي بيعملها كل مرة يطلعوا يتجسسوا الأرض الأول ويعرفوا أن أماكن جديدة عليهم عبرهم مشافوها بل كده فصعد الرجال وتجسسوا عاي ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو ألفي رجل أو ثلاثة ألاف رجل ويضرب عاي لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قللوا فصعد من الشعب إلى هناك نحو ثلاثة ألاف رجل وهربوا أمام أهل عاي فضرب منهم أهل عاي نحو ستة وثلاثين رجلا ولحقوهم من أمام الباب إلى شبارين وضربوهم في المنحدر فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء شعب إسرائيل فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسه وقال يشوع آه يا سيد الرب لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونه ليت نرتضينا وسكننا في عبر الأردن أسألك يا سيد ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه فيسمع الكنعنيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض وماذا تصنع لإسمك العظيم الله طبعا أول مرة في تاريخهم من بعدما خرجوا من مصر أنهم يتكسروا أول مرة ينكسروا في حرب ويموت منهم ستة وثلاثين واحد قرية عايق قرية صغيرة تعمل فينا كده ده الجواسيس لما راحوا قالوا له لا لا ما تكلفش نفسك ألفين ثلاثة يروحوا يتخلصوا عليه قرية صغيرة واستهانوا بيها لو عندي أول حاجة تباني قدامنا إن إحنا ما نستهنش بالخطيئة الصغيرة ممكن تهزمنا وممكن تتعبنا ممكن تكسرنا أولاد ربنا الحقيقة ليس متعودين على الإنكسام ليس متعودين أنهم يتهزموا لأنهم ربنا يتهزموا كيف؟ عام ربنا ليس متعودين يتهزموا الحرب يعني الروحية طيب لما يشوع يلاقي شيء كذلك يعمل مين المالجأ بتاعه؟ ربنا المالجأ بتاعبسه كان منهار يشوع الحقيقة كان منهار يقول كده مزق ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض كل هذا أمام تابوت الرب راح عند تابوته وفضل صايم إلى المساء مزق ثيابه صايم أمام تابوت عهد الرب إلى المساء هو وكل الشيوخ وضعه ترابا على رؤوسه حزن وانكسار ودي بصراحة جميلة من يشوع إنه هو ما قالش إيه؟ أوكي الخطة ما كانتش مزبوطة نحن نعمل خطة تانية تكون أقوى وبدل ما نبعد ثلاث تلاف نبعد عشرين ألف هنعمل بقى حتياطاتنا المرة دي وندك المدينة دي لا لا الحرب للراب لا يوجد مشكلة هناك مشكلة يجب أن نعترف أن هناك مشكلة كيف تنكسر؟ بصرف النظر عن أنه راحوا ثلاث تلاف بس أو البلد صغيرة لكن هناك مشكلة يجب أن نعترف يجب أن ندور على المشكلة فهو الحقيقة راح راح لربنا وقال له شوف لي إيه الحال أنا سأخذ حروب تانية بالطريقة دي لا يوجد استعداد أن ننكسر في نفس الوقت إيه اللي حصل ده؟ آه يا سيد الرب طيب أنت ليه عبرتنا نهر الأردن؟ علشان نتكسر؟ علشان نتبهدل؟ طيب ما كنا فضلنا قاعدين في شرق الأردن وخلاص طيب ما فعلا كانوا شرق الأردن كانت منطقة واسعة جداً وقاعد فيها سبتين ونص كانت منطقة واسعة فليه يا رب بس؟ أسألك يا سيد كل تواضع أسألك يا سيد ماذا أقول؟ هقول للناس قلبها ذاب قلبهم ذابها مثل الماء صار مثل الماء قلب الشعب صار مثل الماء يعني العرفين اللي يقول لك ركبهم سابت يقول لك خي فيه خالص بقوا زي الماء ماذا أقول بعد ما حول إسرائيل قفاه أمام أعداء؟ دلوقتي يبقى الكنعانين هيسمعوا وجميع سكان الأرض هيسمعوا ويجوا يحوطوا بنا ويحصرونا ويخلصوا علينا يقرضون اسمنا من الأرض إحنا كده دي البداية يبقى إحنا كلنا هنا نهار وبعدين وبعدين رحضت حتة كده في الأاخ الجميلة قالوا إيه وماذا تصنع الاسمك العظيم؟ طب إحنا وحشين طب إحنا ما نستهلش طب وإسمك مش إحنا تحت إسمك مش إحنا شعب تحت الراية بتاعتك وتحت إسمك طب يا رب ترضى إسمك يتهان ترضى لما إحنا نتبهد إيه بإسمك ما عرفش يحمينا ما عرفتش تدخلنا ماذا تصنع الاسمك العظيم؟ بيتشفع باسم ربنا العظيم اللي هم تحت هذا الاسم زي ما إحنا كده دايما نصلي كل شوية ونقول له حل واغفر واسبح لنا ومن أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا مش عشان إحنا يا رب اعمل لأجل اسمك إحنا يا رب ما نستهلش بس عشان خطر اسمك دعي علينا إحنا تحت اسمك إحنا مسيحيين إحنا تحت اسمك أتباعك ماذا تصنع لإسمك العظيم؟ فيشوع هنا كان ملجأه الوحيد هو ربنا الصلاة ما قالش بقى لازم نغير الخطة أو ما نغير الخطة قال لا عكاية قبل الخطة خالص قبل ما نفكر في موضوع الخطة القصة واضحة إنها مش خطة أنا بعت جواسيس زي كل مرة وقالوا لي إنها بلد صغيرة القصة في حاجة تانية أحنا مش عارفنا فتبص يا رب اتصرف وشوف هو مش فاهم ربنا عارف طبعا ماذا سواء؟ لكن يشوع ما يعرفش فيلجأ إلى رب وبعدين يعرض المشكلة يقول له يا رب احنا كده انهارنا واسمنا يعني خلاص الناس مش تخاف من هنا وقت يجي تحصرنا وتخلص علينا كمان بيعبر عن مشاعره يقول له يا رب يعني أنا بفكر حتى يبقى انت عبرتنا الأردن ليه؟ ما كناش عبرنا الأردن كنا عايشين في حتة فضية خالص وسهلة ولا حد هيحاربنا ولا حاجة الأرض هي بتاعت الأمرين فيعرض المشكلة يعبر عن مشاعره وبعدين في الآخر يتشفع باسم ربنا العظيم يقول له ماذا تسمع على أجل اسمك؟ زي ما احنا بنقول من أجل اسمك الكدوس الذي دعي عليه فربنا رد عليه من أول عدد عشر فقال الرب الياشوع قم لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطى اسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به بل أخذوا من الحرام بل سرقوا بل أنكروا بل وضعوا في أمتعتهم فلم يتمكن بني اسرائيل للثبوت أمام أعدائهم يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومون وَلَا أَعُدْ أَكُنْ مَعَكُمْ إِنْ لَمْ تُبِيدُوا الْحَرَامِ مِنْ وَسَتِكُمْ يَا قالوا ملك مشكلة مش كبيرة مشكلة معروفة في حرام في وسطك في حرام في وسطك فأنا لا أقف معك وفي حرام في وسطك أنتم مفروض جماعة مقدسة ما ينفعش في حرام في وسطك أنتم جماعة مقدسة حرام يبقى أنت أدخلت الحرام أنا أمشي فلين أنت ساقط على وجهك؟ لما يقول له لماذا أنت ساقط على وجهك عايز يعني يشجعه ويقول له أنت ملك منهار كده ليه؟ مولاد ربنا ينهاره كده؟ لا أنا أنا موجود لكن مش قادر أشتغل مش قادر أشتغل بسبب أن في حاجة غلط أنت مشو أخذ بالك منها ساعة الإنسان يكون في حاجة مشو أخذ باله منها غلط فحياته حرام وبعدين يلاقي فيه لخبطة كده التحسن يلاقي نفسه يتكسر يتكسر في أي مشكلة في موجهة في موضوع يلاقي الدنيا كده يرجع يراجع نفسه ويدور يشوف فين الحرام يشوف فين الحرام وينزع الحرام بيقول كده لا أعود أكون معكم إن لم تبيضوا الحرام من وسطكم والمشكلة واضحة وليها حل مشكلة واضحة وليها حل الحل توبة واستقصال الخطيئة تماماً استقصال الخطيئة تماماً والتقديس الكامل هذا حل المشكلة ليس حل المشكلة أننا نزود عدد أفراد الجيش حل المشكلة أولاً التوبة والتخلص من الخطيئة تماماً طيب طيب ده ربنا شخص له كده لإيه المرض قال له كده لم يتمكن بن إسرائيل الثبوت من أمام أعداءهم علشان أخذوا من الحرام وصرقوا وأنكروا ووضعوا في أمتعاتهم فلم يتمكن بن إسرائيل من الثبوت وأنا برضو عشان تبقى فاهم المبدأ لا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم كده شخص المشكلة وأبعدها طيب الحل قم قدس الشعب وقل تقدسه للغد لأنه كده قال الرب الإله في وسطك حرام يا إسرائيل فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم هناك خطيئة بين الناس صغيرة لا يوجد شيء اسمها صغيرة يمكن أن تستنزف الإنسان بعيدا عننا عندما يكون هناك حدثة واحد يتعور لو لم تلحق ينزف لحدهم يموت تقول لي دي كانت تعويرة صغيرة في رجله داع كسر صغير في جرح كده وما تلحقش فوضل ينزف 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 ما فيش حاجة يسمى خطيئة صغيرة خطيئة تستنزف الإنسان ما ينفعش إن إحنا نسيبه ينفعش نسيبه بصوا قبل ما كمل عايز أنقل على العكس العكس عشان دي حاجة هتفرحنا العكس بالضبط العكس صحيح الإنسان اللي متقدس لربنا بيكون سبب بركة للجماعة كلها زي ما فيه واحد تسبب في دخول الحرام وخلى الجماعة كلها تتهزم وتتكسر برضو الإنسان اللي عنده إيمان اللي مسك في ربنا اللي عنده استعداد يقدم نفسه ربنا وربنا يشتغل بيه ممكن يكون سبب بركة للجماعة كلها للكنيسة كلها ودايما عايزكوا تفتكروا المثالين واحد من العهد القديم واحد من العهد الجديم المثالين دول جمال جداً علشان احنا نفسنا نكون زيهم أول مثل داود في مواجهة جليات داود ما عندهش خبرة في الحرب والرجل مرعب وشاول بقى مرعوب وكل جبابرة الحرب الرجالة بتوعه مرعوبين ومش قادرين بقى له مربعين يوم يطلع يشتن فيه ومش قادرين يقربه فيش واحد متقدس لربنا جاء الولد دا الشاب الزغير خالص دا ما عندهش خبرة بالحرب اللي لما لبسوا لبس الحرب ما عرفش يتحرك قال له مش قادر انا لم اجربها من قبل سبب أهو واحد كان سبب انتصار للشعب كله وللأمة كلها جليات يقول له التجاهيلي بايه قال لنا جيلك باسم رب الجنود أنت تأتي إليا بسيف ورمح وترس وأنا أتيك باسم رب الجنود إلى صفوف اسرائيل الذين عايرتهم فواحد ممكن يكون سبب بركة للكنيسة لأن العدو بتاعنا كلنا عدو مشترك جليات دا عدو كل شعب اسرائي الشيطان دا عدو عدونا كلنا لما واحد فينا يهزمه دا انتصار للكنيسة كلها لما واحد فينا بيصلي كويس وبيهزم الشيطان كما اخدعه في القداس وفي توبته بيكون سبب بركة للكنيسة كلها لأنه هزم العدو بعد ما داود موت جليات انهار الفلسطينيين وهربوا وجري وراهم شعب اسرائيل وخدوا الغنائم بتاعتهم موتهم منهم ناس كتير وانتصروا في الحرب بسبب إنسان عنده إيمان متكر على اسم رب الجنود مع أنه ما عندهش خبرة في الحرب أصلا وشاب صغير جدا تين اجر فأحنا أي واحد فينا كبير أو صغير بينتصر في حياته الروحية هو سبب بركة عظيمة للكنيسة كلها سبب سند للكنيسة كلها دا مثل من العهد القديم ناخد كمان مثل من العهد الجديد ناس البسيط ومعروف ومشهور الطفل الصغير اللي كان معي خمس خبزات وسمك دي لما قدمهم لربنا ياسوب حبيبي انت الحاجات دي تقدر تدهاني تديني منها حاجة له لا أخدها كلها قدم كل حاجة له من سبب بركة وإشباع لخمس تلاف أسرة كل كنيسة مليانة على الأخ خمس تلاف أسرة دي حاجة يعني يعني قدم اللي بيبقوا موودين يوم الحد عشرين مرة خمس تلاف أسرة دول يعني بالراحة عشر تلاف بني أدم نشوفوا الكنيسة مثلاً حاجة ضخمة جداً 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 طفل صغير كان سبب البركة دي لكل الناس دي لأنه هو ما بحدش يستهوم بالإمكانية دي يحطها في إيد ربنا ربنا بيشتغل بها فزي ما كان هنا في حرام سبب انكسار حرام سبب انكسار أيضاً ممكن الناس تكون قديسين بسببهم ربنا بيبارك الكنيسة وبسببهم ربنا بيدي نعم كبيرة وعظيمة للكنيسة لأنهم قديسين وبيكسروا العدو وبينتصروا على العدو بيكونوا سبب سلام وبركة للكنيسة فقال له قم قدس الشام وقلت قدسوا للغد وقلهم كده وصيهم في وسطك حرام يا إسرائيل فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطك طيب إيه الخطة يا رب اللي أنت تفرز لنا الحرام قال أنا هفرزه هذا أيضاً يورينا أننا أحياناً ما نعرفش نشوف بنفسنا لازم نصلي ونقول له يا رب اكشف لي يا رب العيوب اكشف لي العيوب يا رب زي ما بيقول داود في المزمور اختبرني يا الله وأعرف قلبي امتحني وأعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريق باطل وهديني طريقاً أبدياً فربنا قال له أنا أقوم بالمهمة دي اجمع للناس فتتقدمون في الغد بأصباطكم ويكون أن الصبت الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره والعشيرة التي أخذها الرب يتتقدم ببيوتها والبيت الذي يأخذ الرب يتقدم برجاله ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له لأنه لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل فأساس قوتنا إن ربنا موجود معانا وأوفوا في صفنا إذا كان في حرام في وسطنا حي فارق فذكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباطه فأخذ سبت يهوزا ثم قدم قبيلة يهوزا فأخذ عشيرة الزارحيين ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي برجالهم يعني البيوت كل رجل بسرتهم فأخذ زبدي فقدم بيته برجاله فأخذ عاخان بن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبت يهوزا فقال يشوع العاخان يا ابني أعطي الآن مجداً للرب إلى إسرائيل واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت لا تخفي عني أعطره الفرصة أنه هو يعترف عشان ما يبقاش حد يفكر يعترف قدام الناس كلها عشان ما حدش يفكر إنه هو بيظلم أجاب عاخان يشوع وقال حقاً إني قد أخطأت إلى الرب إلى إسرائيل وصنعت كذا وكذا رأيت في الغنيم رداء شنعارياً نفيساً ومئتي شاق الفضة ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلاً يبقى رداء وفضة ودهب فاشتهيتها وأخذتها وهي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها فأرسل يشوع رسلاً فركضوا إلى الخيمة وإذا هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها كالقاضي لازم يجيب الأدلة ويشوف ويتحق فأخذوها من وسط الخيمة جميع إسرائيل فإلى هذا اليوم طبعاً ليه بيأخذ يشوع وكل أسرته؟ هو عايز يقول لنا لازم نبيض الخطيئة وكل فرعها كل جزرها كل ما يتبقى من أثرها كل ما يذكرنا بها نبيض الخطيئة بالكامل نقطع بالكامل طبعاً الأسرة كمان ممكن أنها ساعدته ده إحتمال كبير كل الناس دي مفروض ساعدوه في أنه يشيل الكميات دي والحاجات دي كلها وتشتركوا معاه في الخطيئة فهو يشوع نفذ زي ما ربنا قاله عشان يبيض الخطيئة بالكامل يبيض الخطيئة تنقية كاملة مش جزئية يعني احنا برضو في توبتنا لازم نفكر نقي عن النقي نقفل السكة دي يعني نقفل السكة نتخلص من تماماً يعني تماماً مش تفضل كده حاجة ديل للخطيئة وزي ما ربنا برضو قاله يتحرقوا بالنار يتحرقوا بالنار لشان يورله ان الله نار اكله تحرق الخطيئة تماماً وتترك ما هو صالح الخطيئة النار تشيل الشوائب لكن تخلي الدهب زي ما هو دهب لكن تحرق الشوائب فالله كده نار هو نار هو نار في وسط الشعب الشعب كله ينفذ الوصية مزبوط ومقدس الشعب يبقى كويس وسليم لكن ينفذ الوصية اللي عايشين في القطيئة دول اللي يتحرقوا بالنار وبدون التوبة بدون التنقية دي الدنيا كلها ستتعاقب من غير توبة ربنا يفارق الشعب من غير توبة في حياتي مش هيكون في حياتي حاجة صالحة كل حاجة هتتلوث كل حاجة هتتلوث دي قصة عخان والخيانة اللي عملها والاستهتار اللي عمله استهان بوسية ربنا وده زي ما قلت في الاول يكشف لنا ان احنا نستهونش باي حاجة صغيرة في حياتنا ممكن تكون سبب تعب وانكسار نشوفها بسرعة الاسحاح التامن برضو ربنا يقول له تعالى بقى تشوف الوضع بتاعك بعد التوبة بعد التوبة الوضع مختلف السبب وجود الخطيئة انكسار ومهانة والتراب فوق رأسهم وموزقين ثيابهم تعالوا نشوف بعد التوبة في قيامة وفي قوة وفي انتصار فقال الرب اليشوع لا تخف ولا ترتعب خذ معك كل جميع رجال الحرب وقم اسعد الى عاي انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضاه بعد التوبة يتبدد الخوف وتحل الشجعة قم لا تخف لا ترتعب دايما الخطيئة هي لدخل الانسان منكسر ومهزوم وضعيف وخايف وخايف ومنهار بعد التوبة الوضع يتغير تماماً خذ معك جميع رجال الحرب يعني الانسان الشاطر ما يحاربش كده باستهانة يحشد كل قوته يحشد كل قوته مش يقعد كده يوفر لا مش مشكلة يعني مش لازم الواحد يعني يوصل لكل ده مش لازم الواحد يعمل مش هتفرق كتير لا الواحد يجاهد بكل قوته زي ما ربنا عطي له بكل قوته يجاهد يحشد كل قوته اللي ربنا عطاه ما يتخزلش وربنا بيقول له انا دفعته اليك ملك عاي اله السماء يعطينا لايه الناجح يا حيبا دي البداية انا دفعته اليك بس طبعا ايه هتشتغل وستحارب وستعمل خطة مش دفعت يعني خلاص يعني انت وانت نايم هيجي لك لحد عندك تحترق ليك لا طبعا مش يحصل كده السماء محتاج الجهاد فتفعل بعاي وملكها كما فعت بأريحة وملكها غير ان غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم دي انا بقول لكم دي هتاخدوه حاضر يا رب اللي تقول علي اجعل كمينا للمدينة من ورائها فقام يشوع وجميع رجال الحرب ربنا برضو أعطاله فكرة مهمة انه ناس كانوا ناس يعني عندهم شراسة تعايدون عددهم مش كبير مش عارف تناشر ألف ولا يبس يعني كانوا شراسين قال له اجعل كمينا للمدينة من ورائها للمدينة من وراء المدينة لا تبتعدوا من المدينة كثيرا وكونوا كلكم مستعدين وأما أنا وجميع الشعب الذي معي فنقترب ويقول حينما يخربون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامهم فيخربون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول فنهرب أمامهم وأنتم تقومون من المكمن وتمتلكون المدينة ويدفعها الرب إلهكم بيدكم ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون انظروا قد أوصيتكم فارسلهم يشوع فصاروا إلى المكمن ولبثوا بين بيت إيل وعاي غربي عاي وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب قبل ما كمل في بعض الناس ممكن تسأل تولي يعني التلاتين ألف واحد حيروحوا ويبيتوا في ظهر المدينة محدش يأخذ باله منهم دول مش عشرة ولا مية ولا متين ولا ألف دول تلاتين ألف إزاي مش هيباني كان فيه حد يعني من يدرسه في الكتاب المقدس والجغرافيا بتاعت الكتاب المقدس المنطقة وجاب لنا صورة كده لطيفة منطقة بتاعت عاي في زي جبل في شمال عاي شمال غرب عاي في زي جبل ورا وادي وادي ضخم الوادي ده يساعة مش تلاتين ألف يساعة أكتر ساعة خمسين ألف وادي كبير جدا ومتداري بالجبل يعني شعب عاي ما يشوفش اللي في الوادي خالص يعني عاي في الناحية التانية من الجبل فهم التلاتين ألف ودوا راحوا في الوادي ده ملفوا ودخلوا الوادي ده واستنوا هناك واللي بيفصلهم عن عاي حتة جبل بسيط كده بس ما يكشفش الرؤية خالص وهنا كمان يقول يشوع بات في وسط المحل بات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب القائد دايما إيه؟ يبقى عايش في وسط الشعب عشان يشددهم ويشجعهم وهو بيكلمهم هتلاحظوا أنه كل شوية يقول الرب يعني مثلا إيه؟ في عدد سبعة يتفح الرب إلهكم بيدكم وعدد ثمانية كقول الرب تفعلون يعني كل وسيطه يقول لهم ده إحنا ماشينا حسب وسيط ربنا وربنا زي بيقوله كده تنفذوا كده عايز إيه؟ دايما يشجحهم ربنا موجود معهم كل خطو بعدين من عدد عشرة فبكر يشوع في الغد وعد الشعب وصعد هو وشيوخ إسرائيل قدام الشعب إلى عاي وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وتقدموا وأتوا إلى مقابل المدينة ونزلوا شمال عاي والوادي بينهم وبين عاي وكان فيه وادي كمان من الناحية تانية اللي هما بدأوا يهجموا منها بكر يشوع تبكير عد الشعب نظام دقيق وصعد يبقى فيه صعود وبعد كده تقدم بشجاعة ورايح ليحارب ناس في منتاج الشعب دي خطوات حلوة في الجهاد الروحي ثاني يبكر ثاني يكون دقيق ومنظم إنسان عنده استعداد يصعد والصعود شبق لكن بنعمة ربنا حل ويقدر الإنسان يتممه ويتقدم بشجاعة يخفش مهما كانت شرسة العدود فأخذ نحو خمسة ألاف رجل وجعلهم كمينا بين بيت إيل وعاي غرب المدينة وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمال المدينة وكمينه غرب المدينة وصار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي وكان لما رأى ملك عاي ذلك أنهم أسرعوا وبكروا شافوا بقى اللي جايين من قدامهم مش شايفين اللي وراه وخرج رجال المدينة للقاء إسرائيل للحرب هو وجميع شعبه في الميعاد إلى قدام السهر وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكسارا أمامهم عملوا نفسهم بيترجع وخيفين وهربوا في طريق البره فألقي الصوت على جميع الشعب الذين في المدينة للسعي وراءهم نادوا على الناس يلا نطلع وراهم فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة بعدوا عن المدينة ولم يبق في عاي أو في بيت إيل رجل لم يخرج وراء إسرائيل فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل مدينة يعني ليها أبواب كان ليها سور وأبواب فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل فقال الرب ليشوع مد المزرق الذي بيدك نحو عاي لأني بيدك أدفح قالوا في اللحظة دي تعمل كده لطيف قوي إنه إيه أولاد ربنا دول يمشوا بالإشارة دام لسه ما جاتش الإشارة مشانك مش هيتحرك تيجي الإشارة نتحرك كل حاجة فوقتها نهرب لحد إمتى خليكم استمروا اهربوا في لحظة قالوا مد المزرق يعني زار علامة كده يعملها بحاجة فيه فمد يشوع المزرق الذي بيده نحو المدينة زي بيحدف حاجها فمن على علوه كده الناس اللي وراء الجبل يشوفوها كانت علامة بينهم فقام الكنين بسرعة من مكانه وركضوا جريو يعني عندما مد يده ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء ولم يكن فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك والشعب الهارب إلى البرية انقلب على الطارد يعني الشعب اللي كان هاربان ده رح راجع تاني وبدأ يهاجم الشعب اللي إيه اللي بيطردوا وتعايد ولما رأى يشوع جميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة وأن دخان المدينة قد صعد انثنوا وضربوا رجال عاي وخرقوا هؤلاء خرجوا من المدينة التانين اللي هم كانوا في الكمين وحرقوا المدينة ما فضلوش فيها بقى ما حرقوها خلاص طلعوا منها وعملوا زي كماشا على أهل عين وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائم فكانوا في وسط إسرائيل هؤلاء من هنا وأولئك من هناك وضربوهم حتى لم يبقى منهم شارد ولا منفلت أنا بفرح قوي بالإيه بالآيات اللي زي كده زي ما قال كده على عخان مخلاش أثر برضو دول ما خلوش أثر دي إشارات لنا إحنا في حياتنا روحين إحنا ما نسيبش أثر للخطير بباش فيك حاج كده شاردة أو منفلتة نفوتها يعني ما فيش كلام زي كده تستقصى للخطايا بالكامل يعني تستقصى للخطير تطهير كامل يعني تطهير كامل تنفيذ للوصية بدقة يعني تنفيذ للوصية بدقة ربنا قال لهم ما تسيبوش حد ما تسيبوش حنسيب حد اللي يقول عليه ربنا وأما مارك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى ياشوع وكان لما تأس رأي من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف إلا الفضلين يعني الستات والأطفال فكان جميعا الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء إثنى عشر ألفا جميع أهل عاي وياشوع لم يرد يده التي مدها بالمزرق حتى حرم جميع سكان عاي بيفكرني بموسى اللي كان مدد إيديه وياشوع بيحرب عماليق وفض المدد إيديه لحد لما الحرب انتهت وانكسر عماليق فض المدد إيديه ومسندينه في ياشوع فض المدد يده بالمزرق لحد لما كل شيء خلصت حتى حرم جميع سكان عاي موتهم لكن البهائم وغنيمة المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به ياشوع المرة دي قال لهم تخذوا الغنيمة حاضرة وأحرق ياشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم وملك عاي علقه على خشبة إلى وقت المساء وعند وروا بالشمس أمر ياشوع فأنزلوا جثته على الخشبة وترحوها عندما ادخل باب المدينة وأقاموا عليه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم يفكرني بهامان هامان كان بيمثل الشيطان العايز يدبر إبادة جماعية وهلاك لولاد ربنا ففي الآخر هو الخشبة اللي عملها عشان يسلب عليها مردخاي هو اللي تعلق إيه؟ هو اللي تعلق فأدي ملك عيات حين إذن بنى ياشوع مسبحة للرب إلى إسرائيل في جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب بنى إسرائيل مسبح ده زبيحة شكر زبيحة شك وزبيحة سلامة وزبيحة محرقة للرب كلها شكر وعرفان بجميله حلوة وإن الإنسان كلما ينتصر في حاجة كلما ربنا يدي له نجاح في حاجة يشكر ربنا ويمجده ويسبحه بنى ياشوع مسبحة للرب إلى إسرائيل في جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب بنى إسرائيل كما هو مكتوب في سفر التوراة موسى مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا وأصعد عليها محرقات للرب وذبحوا ذبائحا سلامة وكتب هناك التي كتبها أمام بني إسرائيل كتبوا سفر التسنين توراة موسى التي هي سفر التسنين كتبوا بالكامل على حجار ألواح حجار وجميع طبعا هم كانوا متعودين على موضوع الكتابة على الحجارة في مصر في مصر كان فيه بتشوفوا المعابد المصرية الأديمة عليها كتابات ونقوش هم فاهمين الكتابة على الحجارة بتعيش سنين فحطوا سفر التسنين كتبوكم وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة واللويين حامل تابوت عهد الرب الغريب كما الوطني الغريب اللي هم زي بيخدموهم وبيتختنوا معاهم وبيأخذوا نفس البركات بس بيخدمين صغورة بقما هم من شعب إسرائيل ساعة يقول عليهم اللفيف ساعة يقول عليهم من الغريب يعني اللي جايين من برد نصفهم وقفوا الناس بقى إزاي نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عيبال كما أمر موسى عبد الرب أولاً لبركة شعب إسرائيل وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة دي موجودة في سفر التسنية أصححة واحد وتلاتين قال لهم لما تدخلوا توقف ناس هنا وماس هنا وتقول لهم فيه اللي هيعمل كده اللي هينفذ وصايا ربنا يبقى فيه بركة في كذا وفي كذا وفي كذا وفي حياته وفي أولاده وفي غنمه وفي بقره وفي المعجن وفي الزرع وفي كل حاجة واللي مش حينفذ الوصية يتحل عليه اللعنة ويكون ملعوناً في كل حاجة يعملها وبيعمل لهم التصوير التمثيلي ده يعني يوقفهم على جبل جر الزيم وجبل عيبال ويديهم البركة واللعنة عشان يقول لهم ده غير ده اللي هيعمل كده هيبقى في الجنب بتاع البركة زي ما في السماء في اليوم الدينونة هيقول تعالوا إلي يا مباركي أبي يخدون عن يمينه والتانين عن إيه عن يسار فكان ده يعني يعني زي وضع تمثيلي يشرح الفكرة قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة لم تكن كلمة بين كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطها جميلة برضو ما بيفوتش كلمة الإنجيل ده ما تفوتش منه شاطر قرأ كل كلمة ما فيش كلمة ما أرهاش ده يورينا أن إحنا لازم نراجع نفسنا باستمرار على الإنجيل نراجع نفسنا على كل كلمة فيه نراجع نفسنا على كل وصية فيه يعني هما لسه سمعين الوعظات بتاعت موسى ما كملتش يعني كم شهر قبل ما موسى يموت وعظهم معظات كبيرة وطويلة وسجلها لهم وتكتبت لكن الإنسان محتاج باستمرار يراجع نفسه فيشوع اللي هم بصوا نراجع الإنجل تاني يلا نراجع وقرأ كل حاجة لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام جماعة إسرائيل وراجع الكلام ربنا بدقة باستمرار علشان نضبط المسيرة بتاعتنا عليه فلا ننحرف يبدأ مرجع لنا باستمرار ونضبط نفسنا خلص كده للإصحاح الثامن إن شاء الله أسبوعه جاهي نأخذ الإصحاح التاسع والعشر اللي ربنا كل ما أجد وكرام الله طب نتفضل نزال بسم الآب والابن والروحة القدس نسأل الله الوحيد أمين يا ربنا الحبيب يسوع أنا شكرك لأنك معانا يا رب كل الأيام وإلى انقضاء الظهر ما تسمحش يا رب أن يكون هناك حرام في وسطنا لا لا ننهار أمام العدو أنت يا رب اللي تشددنا وتقوينا وتنقينا يا رب من كل شائبة تطهر قلوبنا وأفكارنا وحوسنا تم لحياتنا بمحبتك وسلامك بارك يا رب الكنيسة وبارك شعبك في كل مكان بارك ثمانا ست العدرة وكل القدسين استجبنا عندما نصلي بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئة كما في السماء كذلك الله أبزنا الذي إلى الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن ننجينا من الشرير المسيح يسوعه بنا وملكنا محبت الله الآيب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطيت الرحل القدس تكون معكم أنه بسلام سلاما ربي وعطيت الرحل القدس